أدى طلاب التنوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول من شهادة إثمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث أدى 721 ألف و27 طالبا وطالبة الامتحان في مدة اللغة العربية أمام ألف وتسعمائة وستة وتمانين لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغشة الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد خمس حالات غشة في امتحانات مدة اللغة العربية بينما صارت الامتحانات بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صف سير الانتخابات ترجمة نانسي قنقر